مصر والسودان اسمان مرتبطان ببعضهم البعض منذ قديم الزمان فهناك ماضي مشترك يجمع البلدين وحاضر يشهد العلاقات المتميزة وتحديات واحدة ومستقبل تعمل الدولتان أن يحمل الخير والتنمية لشعبيهما وتحرص القيادة السياسية المصرية على توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية بوجه عام ومع السودان على وجه الخصوص حيث يجمع البلدين تعاون مشترك في العديد من المجالات خاصة الصحة والسك الحديد وتعزيز وسائل النقل ومشروع الربط القهربائي ومشروعات متصلة بالأمن الغذائي والعمل على إنشاء منطقة صناعية مصرية في الخرطوم الدعم المصري لسودان ظهر جليا خلال المرحلة الانتقالية التي مر بها وهو الأمر الذي لاق إشادات كبيرة من السودانيين أنفسهم فالمصير المشترك جعل الأمن القومي لكل منهما مرتبط بالآخر كما تعمل مصر والسودان بخطوات توافقية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة فالمصير المشترك للدولتين جعل من توافق القرارات السبيل المناسب للتعامل مع تلك الأزمة كما كانت مصر داعمة للسودان في أزماتها كافة والتي كانت آخرها السيول التي اضربت البلاد وتسببت في تدمير وتشريد مئات البيوت والسكان حيث حرست القاهرة على تسيير جسر جوي يحمل المساعدات الغذائية والطبية للأشقاء حتى مرور الأزمة الأمر الذي يؤكد دوما على أن العلاقات بين شعبي وادي النيل أزالية وباقية